موسيقى مشاهدي الكرام أعزائي الطلاب أهلا ومرحبا بكم أينما تشاهدون بث قناة الأنر والفضائية يطيب لي أن ألتقي بكم في درس جديد من دروس الرياضيات بعنوان مساحة متوازيات الأضلاء في درسنا لليوم سنتعرف على المهارات التالية استكشاف مساحة متوازي الأضلاء وأيضا حساب مساحة متوازي الأضلاء لكن قبل ذلك أعزاء الطلاب دعونا نستذكر معا بعض المتطلبات الأساسية والمهارات اللازمة لدرس اليوم بداية أكمل الفراغ هي عدد الوحدات المربعة التي تغطي الشكل مرة أخرى هي عدد الوحدات المربعة التي تغطي الشكل ما هي؟ نعم أعزاء الطلاب إنها المساحة المساحة هي عدد المربعات التي تغطي الشكل بحيث تكون هذه المربعات هي مربعات الوحدة مثلا هذا الشكل وهو المستطيل يغطي سطح هذا المستطيل عدد من مربعات الوحدة فمساحة هذا الشكل يحسب من عدد المربعات التي تغطي سطح هذا الشكل وهذا الشكل يغطيه واحد اثنان ثلاثة أربعة إلى اثني عشر مربعا إذن مساحة هذا المستطيل تساوي اثني عشر وحدة مربعا أيضا أكمل الفراغ مساحة المستطيل تساوي ما قانون مساحة المستطيل؟ نعم مساحة المستطيل تساوي القاعدة ضرب الارتفاع حيث القاعدة هي طول المستطيل والارتفاع هو عرض المستطيل إذن بصيغة أخرى نستطيع أن نقول أن مساحة المستطيل تساوي الطول ضرب العرض لنرى هذا الشكل هذا المستطيل هذه هي القاعدة تبدو باللون الأحمر وهي طول المستطيل إذن هذه هي القاعدة وهي الطول وهذا هو عرض المستطيل وهو الارتفاع إذن هذا ارتفاع المستطيل أو بمعنى آخر هو العرض لذلك نقول مساحة المستطيل تساوي القاعدة ضرب الارتفاع أو الطول ضرب العرض والآن عزيز الطالب اختر الوحدة الصحيحة للمساحة من بين الوحدات المعطاة انتبهوا جيدا أعزائي الطلاب هل هي المتر؟ هل هي السنتيمتر؟ أم القدم؟ أم السنتيمتر المربع؟ تذكروا أعزائي الطلاب أن وحدة المساحة دائما تكون وحدة طول مربعة أي تكون متر مربع كيلو متر مربع سنتيمتر مربع وإنش مربع وغير ذلك من الوحدات إذن هنا وحدة المساحة هي نعم السنتيمتر المربع والآن أعزائي الطلاب دعونا نستذكر معا ما هو متوازل أضلاع نعم متوازل أضلاع هو شكل له أربعة أضلاع أي الشكل رباعي مضلع رباعي وكل ضلعين متقابلين فيه متوازيان إذن هو مضلع رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيان هذا هو متوازل أضلاع لنرى شكل متوازل أضلاع هنا متوازل أضلاع A, B, C, D فيه الضلع AB يوازي الضلع CD وأيضاً الضلع AD يوازي الضلع BC إذن هذا الشكل هو متوازي أضلع والآن لنستذكر معاً ما هو ارتفاع متوازي الأضلع انظروا معي هذا الشكل ABCD هو متوازي أضلع انظروا هنا H1 هو ارتفاع متعلق بالقاعدة AB إذن أعزائي الطلاب نقول أن H1 هو ارتفاع متعلق بالقاعدة AB انظروا أيضاً هنا الارتفاع H2 متعلق بالقاعدة BC H2 عمودي على القاعدة BC وبالتالي يكون H2 هو ارتفاع للقاعدة BC إذن الارتفاع H2 متعلق بالقاعدة BC والآن أعزائي الطلاب هيا بنا نستكشف مساحة متوازي الأضلع إذن انظروا معي هذا الشكل تابعوا معي جيداً A B هي قاعدة للمستطيل المرسوم أمامك عزيز الطالب الشكل المرسوم هو مستطيل A B هو قاعدة هذا المستطيل انظروا هنا H H هنا ارتفاع المستطيل تابعوا جيداً لو قمنا برسم متوازي أضلع يشترك مع هذا المستطيل في القاعدة ماذا فعلنا؟ رسمنا متوازي أضلع يشترك مع هذا المستطيل بالقاعدة ما هي القاعدة؟ نعم القاعدة A B إذن قمنا برسم متوازي أضلع يشترك مع المستطيل في القاعدة A B وأيضاً لهما نفس الارتفاع وهو H الآن أصبح المستطيل ومتوازي الأضلع لهما نفس القاعدة وهي A B ونفس الارتفاع وهو H انظروا جيداً الشكل المظلل باللون الأصفر هو متوازي الأضلع A B C D واللون هنا نعم يعبر عن مساحة متوازي الأضلع A B C D راقبوا الآن لو قمنا بتحريك هذا الجزء يميناً إذن سنقوم بتحريك هذا الجزء يميناً ماذا تلاحظون؟ نعم أصبح الشكل المظلل هنا هو المستطيل إذن ماذا نستنتج؟ نعم نستنتج أن مساحة متوازي الأضلع تساوي مساحة هذا المستطيل بحيث أن المستطيل ومتوازي الأضلع مشتركان في نفس القاعدة وأيضاً لهما نفس الارتفاع إذن مساحة متوازي الأضلع لها نفس مساحة المستطيل المساوي له في القاعدة وفي الارتفاع إذن تذكر عزيز الطالب متوازل أضلع له نفس مساحة المستطيل الذي يتساوى معه في القاعدة والارتفاع والآن أحباء الطلاب لنرى بعض التدريبات احسب مساحة متوازل أضلع ABCD في هذا الشكل انظروا معي جيدا هنا متوازل أضلع ABCD يشترك مع مستطيل يبدو هنا باللون الأزرق في القاعدة AB وأيضا لهما نفس الارتفاع وهو H وقلنا سابقا أن مساحة متوازل أضلع تساوي مساحة المستطيل الذي له نفس القاعدة وأيضا المساوي له في الارتفاع إذن مساحة متوازل أضلع يساوي مساحة المستطيل إذن بداية لابد من حساب مساحة المستطيل ومساحة المستطيل تحسب أحسنت عزيز الطالب من عدد المربعات التي هي مربعات الوحدة التي تغطي شكل المستطيل إذن لنبدأ بعد هذه المربعات هنا المربع الأول الثاني الثالث الرابع إلى الثمانية عشر مربعا إذن مساحة المستطيل تساوي ثمانية عشر وحدة مربع الآن قلنا مساحة متوازل أضلع تساوي مساحة المستطيل وبالتالي مساحة متوازل أضلع تساوي ثمانية عشر وحدة مربع أيضاً احسب مساحة متوازل أضلع A, B, C, D هنا متوازل أضلع A, B, C, D لو أردنا أن نعد مربعات الوحدة التي تغطي هذا الشكل سنجد بالفعل صعوبة لذلك نستعين بالمستطيل نعم سنرسم مستطيلاً نعم يشترك مع متوازل أضلع في القاعدة A, B إذن رسمنا مستطيل يشترك مع متوازل أضلع في القاعدة A, B ولها نفس الارتفاع وهو H وبالتالي مساحة متوازل أضلع تساوي مساحة المستطيل ومساحة المستطيل كما علمناه نعم نحسبها من عد المربعات الوحدة التي تغطي سطح المستطيل وهنا عدد المربعات 1, 2, 3, 4, 5 عرضاً وأربعة طولاً وبالتالي مساحة المستطيل تساوي نعم 20 وحدة مربعة وبالتالي مساحة متوازل أضلع تساوي أيضاً 20 وحدة مربعة لأنها تساوي مساحة المستطيل أيضاً هنا احسب مساحة متوازل أضلع A, B, C, D هنا نفس الفكرة أننا يصعب علينا عد المربعات التي تغطي سطح هذا المتوازل أضلع وبالتالي نستعين بمستطيل إذن سنرسم مستطيلاً نعم يشترك مع متوازل أضلع A, B, C, D في القاعدة A, B ولها نفس الارتفاع H وبالتالي مساحة متوازل أضلع تساوي مساحة المستطيل إذن لابد من حساب مساحة المستطيل أولاً وذلك بعد مربعات الوحدة التي تغطي شكل المستطيل وهنا نعم عشر وحدات مربعة وبالتالي مساحة المستطيل تساوي عشر وحدات مربعة وبالتالي مساحة متوازل أضلع أيضاً يساوي عشر وحدات مربعة الآن لنرى قانون مساحة متوازل أضلع ولكن بعد فاصل قصير أهلاً بكم أعزائي الطلاب من جديد بعد أن استكشفنا مساحة متوازل أضلع الآن دعونا نتعرف على قانون مساحة متوازل أضلع ونستخدمه في إيجاد مساحة متوازل أضلع لنرى معاً انظروا معي هذا الشكل هذا مستطيل قاعدته A-B إذن هذا المستطيل قاعدته A-B إذن قاعدة المستطيل هي A-B انظروا هنا هذا هو نعم ارتفاع المستطيل وهو H إذن أصبح لدينا قاعدة المستطيل وهي A-B وارتفاع المستطيل وهو H الآن نتذكر معاً مساحة المستطيل نعم تساوي القاعدة درب الارتفاع هنا القاعدة A-B والارتفاع H انظروا معي لو قمنا برسم متوازل أضلع يشترك مع هذا المستطيل في القاعدة A-B وله نفس الارتفاع وهو H قلنا سابقاً أن مساحة هذا المتوازل يساوي مساحة المستطيل لأنهما مشتركان في القاعدة وفي الارتفاع إذن نقول أن مساحة متوازل أضلع تساوي مساحة المستطيل وبالتالي مساحة متوازل أضلع تساوي القاعدة درب الارتفاع وأيضاً هنا القاعدة A-B والارتفاع هو H إذن أصبح لدينا قانون مساحة متوازل أضلع يساوي القاعدة درب الارتفاع إذن مساحة متوازل أضلع تساوي القاعدة درب الارتفاع نستخدم ذلك القانون في إيجاد مساحة بعض متوازيات الأضلع أوجد كل من المساحات الآتية أولاً في هذا الشكل إنه متوازي أضلع نريد إيجاد مساحة هذا متوازل أضلع مساحة متوازل أضلع تساوي القاعدة درب الارتفاع انظروا جيداً أين القاعدة وأين الارتفاع نعم هنا 6 سنتيمتر هي قاعدة متوازل الأضلع و3 سنتيمتر هنا هو الارتفاع إذن أصبح لدينا القاعدة تساوي 6 سنتيمتر والارتفاع تساوي 3 سنتيمتر إذن نعود في القانون مساحة متوازل أضلع تساوي القاعدة وهي 6 سنتيمتر درب الارتفاع يساوي 3 سنتيمتر أصبح لدينا 6 درب 3 ويساوي 18 سنتيمتر مربع إذن مساحة متوازل أضلع الذي قاعدته 6 سنتيمتر وارتفاعه 3 سنتيمتر يساوي 18 سنتيمتر مربع الآن مثال آخر انظروا معي هذا الشكل نعم إنه متوازل أضلع ونريد حساب مساحة هذا المتوازل مساحة متوازل أضلع تساوي القاعدة درب الارتفاع هنا القاعدة نعم تساوي 6.1 ياردة إذن قاعدة متوازل أضلع تساوي 6.1 ياردة والارتفاع نعم هنا يساوي 2 ياردة أصبح لدينا القاعدة تساوي 6.1 ياردة والارتفاع تساوي 2 ياردة إذن نعوض في قانون مساحة متوازل أضلع القاعدة 6.1 درب الارتفاع وهو 2 ياردة إذن 6.1 درب 2 نعم أحسنت عزيز الطالب تساوي 12.2 ياردة مربع إذن مساحة متوازل أضلع الذي قاعدته 6.1 ياردة وارتفاعه 2 ياردة يساوي 12.2 ياردة والآن إلى متوازل أضلع آخر هنا متوازل أضلع A, B, C, D نريد حساب مساحة متوازل أضلع A, B, C, D كما قلنا أن مساحة متوازل أضلع تساوي القاعدة ضرب الارتفاع لنبحث أولا عن القاعدة وعن الارتفاع انظروا هنا القاعدة A, B تساوي 8 إنش والارتفاع هو يساوي 9 إنش ولكن ركزوا جيدا أعزاء الطلاب الارتفاع هنا يساوي 9 إنش ليس متعلقا بالقاعدة A, B نعم هذا الارتفاع متعلق بالقاعدة D, C إذن بداية لابد من إيجاد طول القاعدة D, C نعم من خواص متوازل أضلع أنه كل ضلعين متقابلين متوازيان وأيضا متساويان إذن طول D, C يساوي طول A, B وبالتالي D, C يساوي 8 إنش أصبح لدينا الآن القاعدة في متوازل أضلع تساوي 8 إنش والارتفاع يساوي 9 إنش إذن نعوض في القانون القاعدة تساوي 8 ضرب الارتفاع ويساوي 9 أصبح لدينا 8 ضرب 9 ويساوي 72 إنش مربع الآن أصبح لدينا مساحة متوازل أضلع A, B, C, D والذي قاعدته تساوي 8 إنش وارتفاعه 9 إنش يساوي 72 إنش مربع أيضا تابعوا معي متوازل أضلع A, B, C, D نريد حساب مساحة متوازل أضلع A, B, C, D نعم مساحة متوازل أضلع تساوي القاعدة ضرب الارتفاع لنبحث عن القاعدة وعن الارتفاع هنا القاعدة هي B, C نعم القاعدة B, C والارتفاع المتعلق بهذه القاعدة نعم هنا يساوي 7 سانتي إذن أصبح لدينا قاعدة متوازل أضلع تساوي 4 سانتي والارتفاع 7 سانتي الآن نعود في قانون مساحة متوازل أضلع إذن المساحة تساوي القاعدة وتساوي 4 سانتي ضرب الارتفاع ويساوي 7 سانتي والآن 4 درب 7 يساوي 28 سانتي مربع إذن مساحة متوازل أضلع الموضح أمامك عزيز الطالب يساوي 28 سانتي مربع والآن أعزاء الطلاب في ختام هذا الجزء من درسنا تعرفنا على قانون مساحة متوازل أضلع وطبقنا هذا القانون في إيجاد مساحات لمتوازلات أضلع متعددة والآن مزيدا من التدريبات ولكن بعد فاصل قصير أهلا بكم أعزاء الطلاب من جديد بعد أن تعرفنا على مساحة متوازل أضلع وقلنا أن مساحة متوازل أضلع تساوي طول القاعدة ضرب الارتفاع الآن لنرى هذا التطبيق صمم مركز تجاري مواقف للسيارات لزائريه على شكل متوازيات أضلع إذا كان طول قاعدة كل منها 3.1 متر وطول ارتفاعه 4.2 متر فأوجد مساحته مرة أخرى أعزاء الطلاب صمم مركز تجاري مواقف للسيارات لزائريه على شكل متوازيات أضلع إذا كان طول قاعدة كل منها 3.1 متر وطول ارتفاعه 4.2 متر فأوجد مساحته نعم؟ انتبهوا جيداً هنا مواقف السيارات شكل كل منها على شكل متوازي أضلع والمطلوب إيجاد مساحة موقف السيارات أي نريد حساب مساحة متوازي الأضلع وكما قلنا أن مساحة متوازي الأضلع تساوي القاعدة ضرب الارتفاع إذن مساحة متوازي الأضلع تساوي القاعدة ضرب الارتفاع نعوض الآن في مساحة متوازي الأضلع القاعدة يساوي 3.1 متر ضرب الارتفاع يساوي 4.2 من 10 إذن 3.1 ضرب 4.2 يساوي نعم أحسن تعزيز الطالب يساوي 13.2 من 100 متر مربع إذن مساحة هذا الموقف الذي هو على شكل متوازي أضلع يساوي 13.2 من 100 متر مربع الآن ضع علامة صح أو خطأ إذا كانت إي تساوي 20 سنتيمتر هي قاعدة متوازي الأضلع وف يساوي 6 سنتيمتر هو الارتفاع فإن مساحة متوازي الأضلع تساوي 120 سنتيمتر مربع مرة أخرى عزيز الطالب إذا كانت إي وهي قاعدة متوازي الأضلع تساوي 20 سنتيمتر وف وهو الارتفاع يساوي 6 سنتيمتر فإن مساحة متوازي الأضلع تساوي 120 سنتيمتر مربع إذن سنحسب بداية مساحة متوازي الأضلع ونقارنها بمساحة متوازي الأضلع والتي تساوي 120 سنتيمتر مربع قلنا سابقا أن مساحة متوازي الأضلع تساوي القاعدة درب الارتفاع هنا القاعدة إي وتساوي 20 سنتيمتر إذن القاعدة نعوض عنها 20 والارتفاع 6 إذن 20 درب 6 يساوي 120 سنتيمتر مربع وهنا يقول أن مساحة متوازي الأضلع تساوي 120 سنتيمتر مربع إذن الإجابة صحيحة إذن هنا الإجابة صحيحة في ختم درسنا نكون قد تعرفنا على مساحة متوازي الأضلع وقلنا أنها تساوي القاعدة درب الارتفاع واستخدمنا هذا القانون في إيجاد بعض المساحات لمتوازيات الأضلع إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم إلى أن ألتقي بكم هذه تحياتي ودعواتي لكم بالنجاح والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة